وَيُسَنُّ كَوْنُ السُّتْرَةِ قَائِمَةً وَمُوْخِرَةِ الرَّحْلِ أي مُرْتَفِعَةً وَمُوْخِرَةُ الرَّحْلُ قَشَبَةٌ يَسْلِدُ إِلَيْهَا مَنْ رَكِبَ بَعِيرًا وَيُقَالُ آخِرَةُ الرَّحْلِ أيضًا وَقَدْرُهَا طُولًا ذِرَاعٌ وقد تكون دونه ولم يقعت قدير عرضها فلا حد له فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم فقد تكون غليظة كجدار وقد تكون دقيقة كسهم وعرضها أعجب إلى الإمام أحمد فإنه قال ما كان أعرض فهو أعجبه إليه ما كان أعرض فهو أعجبه إليه واستدل له فقهاء المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم استتروا في الصلاة ولو بسهم استتروا في الصلاة ولو بسهم فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أو لا فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أو لا والحديث المذكور رواه أحمد وصحاها ابن خزيمة والحاكم وفيه ضعف ويظهر وجه آخر في محبة أحمد تعظيم عرض السترة وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا وهو ما فيه من تعظيم المأمور به شرعا فإن الذي يتخذ سترة عريضة يكون معظما لسترة المأمور به فإن الذي يتخذ سترة عرضها شبر يكون أعظم في امتثال المأمور به من اتخاذ السترة ممن يتخذها دقيقة في صورة سهم أو قلم فهذا وجه آخر في تفضيل تعريض السترة الذي ذكره الإمام أحمد